أهلا بكم بعد دخول قرار تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة خاضعة لنسبة 5.10% إلى النصف اعتبارا من الأول من شهر شباط الحالي أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الوزارة ستجري دراسة مقارنة لأسعار السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات مؤخرا خلال الأسبوع المقبلة لمعرفة مدى عكاس هذا التخفيض على الأسعار في حين قالت جمعية حماية المستهلك إنه لم يطرأ تخفيض على أسعار السلع المشمولة بقرار الحكومة الأخيرة بحسب دراسة لها بيّنت ارتفاع أسعار 18 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة 8% تقريبا وثبات أسعار 76 سلعة وانخفاض أسعار سلعتين فقط وبحسب نتائج دراسة الجمعية ارتفعت أسعار الخضار واللحوم الحمراء فيما انخفضت أسعار دجاج النتافات وثبات أسعار الأرز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والألبان والأجبان والزيوت النباتية بالإضافة إلى المعلبات ودعت الجمعية إلى تجديد الرقابة على الأسواق وإلزام التجار بتخفيض الأسعار خاصة تلك المشمولة بقرار تخفيض ضريبة المبيعات ومحاسبة غير الملتزمين بالقرار وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها ترجمة نانسي قنقر